النقش بندي أحد أهم الأصوات الإسلامية في العالم العربي فامتلك صوتا فريدا وقويا حصل على العديد من الألقاب منها قيثارة السماء صوت الصفاء والنقاء الصوت الخاشع صوت الكروان والكثير والكثير من الألقاب وهذا نابع من كبر موهبته وصفاء صوته والذي استغله الاستغلال الأمثل عن طريق المدح والابتهالات التي ما زلنا نرددها حتى يومنا هذا فصوته وابتهالاته تميمة أساسية في جميع المناسبات الدينية امتد صوته من شمال مصر إلى جنوبها بل ووصل إلى سائر أنحاء الوطن العربي تاريخه الإنشادي حافل من نجاحات وهذا ما سنصلط عليه الضوء في تقريرنا اليوم كما سنتحدث عن وصيته التي كتبها قبل وفاته بيوم فتابعونا إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو ولد سيد محمد النقشبندي في السابع من يناير من عام 1920 بقرية دوميرا إحدى محافظات الدقهلية ولكنه انتقل بعد ذلك مع أسرته إلى محافظة سوهاك بالتحديد بمدينة طهطة حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل قبل أن يستكمل عامه الثامن وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريد الطريقة النقشبنية حيث أن جده هو محمد بهاء الدين النقشبندي الذي نزح من ولاية أذربيجان إلى مصر للالتحاق بالأزهر الشريف أما والده فهو أحد علماء الدين ومشايخ الطريقة النقشبنية الصوفية لذلك حفظ أشعار البوصري وابن الفارد وهو طفل صغير بعد ذلك وبالتحديد في عام 1955 استقر في مدينة طنطا وبدأ يجوب الموالد وهو يشدو بصوته المتميز فأصبح معروف لدى الكثير من مريد حلقات الذكر وذاع سيده بين المحافظات ولم يقتصر الأمر عند ذلك بل طلب في أكثر من مناسبة دينية خارج حدود مصر حيث سافر إلى أحلب ودمشق لإحياء الليالي الدينية بدعوة من الرئيس السوري حافظ الأسد كما زار أبو ظبي والأردن وإيران واليمن وإندونيسيا والمغرب العربي ودول الخلي ومعظم الدول الإفريقية والآسيوية وبالرغم من ذلك لم يجدوا بابتهالاته عبر الإذاعة المصرية والتي تعتبر بوابة النجاح المعتملة حتى عام 1966 كان الشيخ سيد النقشبندي بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة والتقى مصادفة بالإذاعي أحمد فرق الذي أعجب بصوته وطريقة ابتهالاته فسجل معه بعض التسجيلات لبرنامج في رحاب الله ثم سجل بعد ذلك العديد من الأدايا الدينية لبرنامج دعاء والذي كان يزع يوميا عقب آذان المغرب كما اشترك في حلقات البرنامج التلفزيوني في نور الأسماء الحسنى وسجل برنامج الباحث عن الحقيقة والذي يحقي قصة صحابي الجليل سلمان الفارسي هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التي لحنها محمود الشريف وسيد مكاوي وبليغ حمدي وأحمد صدقي وحلمي أمين ومن ضمن هذه الابتهالات أطلقوني من سياج الأسر حتى أطلاق أنت في عين قلبي النور منه الحقيقة يا رب إن عظمت زنوبي سبحانك يا رب أيها الساهر سفينة النجا ومولاي والابتهال مولاي قصة معروفة في الأوساط الفنية فالرئيس السادات كان أشد المعجبين بالنقشبندي وكان يطلبه كثيرا حتى أنه قام بإحياء جنازة والدة السادات وبعدها أنشد في فرح ابنته فطلب السادات أن يقوم النقشبندي بإنشاد ابتهالات على ألحان الموسيقار بليغ حمدي ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل النقشبندي قائلا ما ينفعش أنشد على ألحان بليغ الراقصة حيث كان النقشبندي قد تعود على الابتهال بما يعرفه من المقامات الموسيقية دون وجود لحم معتقدا أن اللحم سيفسد حالة الخشوع التي تصاحب الابتهال ولذلك كان رد الشيخ على أخر الزمن يوجدها غني في إشارة إلى أن الابتهال الملحن يجعل من الأنشود الدينية أغنية ولكن أمام إصرار الإضاعي وجدي الحكيم قرر أن يسمع اللحم ولكن مع وجود شرط وهو إذا أعجبه اللحم سيقوم بخلع إمامته وإذا لم يفعل ذلك فبالتالي لم يعجبه اللحم وهنا يقوم الإضاعي وجدي الحكيم باختلاق أي عذر حتى يتمكن النقشبندي من الإنصراف وبالفعل استمع النقشبندي إلى اللحم وأوجب به وتم ظهور ابتهال مولاي إني ببابك وصفه الدكتور مصطفى محمود في برنامج العالم بقوله إنه مثل النور الكلم الفريد الذي لم يصل إليه أحد حيث أجمع خبراء الأصوات على أن صوت الشيخ النقشبندي من أعذب الأصوات التي قدمت الدعاء الديني فصوته مكون من ثماني طبقات وكان يقول الجواب وجواب الجواب كرمه الرئيس محمد أنور السادات عام 1979 بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى بعد وفاته وكرمه الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القبر عام 1989 بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى وكرمته محافظة الغربية مسقط رأسه بأن أطلقت اسمه على أكبر شوارع طنطة والممتد من ميدان المحطة حتى ميدان الساعة تزوج النقشبندي من ابنة عمته وأنجب منها خمسة أبناء ليلى ومحمد وأحمد وسعاد وفاطمة وتوفت زوجته بعد رحلة مرض بالسكر ثم تزوج من سيدة من المنصورة وأنجب منها ثلاثة أبناء إبراهيم وربعة والسيد وتوفي قبل ميلاد ابنه الأصغر السيد بينما كان عمر إبراهيم لا يتجاوز ثلاث سنوات ورابعة عام ونصف توفي النقشبندي في 14 فبراير من عام 1976 عن عمرنا هزى خمسة وخمسين عاما ولوفاته قصة غريبة يحكيها حفيده سيد شحات النقشبندي ويقول جدي توفي بشكل مفاجئ ولم يكن مريضاً وقبلها بيوم كان يقرأ القرآن في مسجد التلفزيون وأذن لصلاة الجمع على الهواء ثم ذهب مسرعاً إلى منزل شقيقه وطلب أن يحضر ورقة وقلم بسرعة وكتب عدة أسطر وأعطاه الورقة وقال له لا تقرأها إلا ساعة اللزوم ثم عاد إلى بيته وشعر ببعض التعب ليتوفي بعد ذلك وبعد وفاته فتح أخوه الورقة التي كتبها فوجده يوصي بأن يدفن مع والدته وعدم إقامة مأتم له وأوصى برعاية زوجته وأطفاله رحم الله الشيخ الجليل وتجاوز عن خطاياه